بسم الله درس اليوم في مادة التربية الفنية الموضوع زرابي مغربية الهدف الدرس التعبير بالخط الهندسي الملون جعل المتعلم يقدر الزربية المغربية ويدرك قيمتها الفنية إذن نبدأ بتعريف الزربية المغربية الزربية المغربية هي ذلك البساط الذي نفرشه على الأرض وهو غالبا ما يكون عبارة عن مستطيل مزركش يشتهر المغاربة بصناعة الزربية أو ما يسمى باستجاد منذ مئات سنين فلا يخلو أي بيت منها فالزربية عبارة عن لوحة فنية تنسج حكايات وقصص شعبية من تاريخ المغرب وتصنع غالبا من الصوف أو القطن أو الوبر في المناطق الجنوبية وتتميز بانحناءاتها وأشكالها الهندسية وتتنوع ألوانها كالأصفر والأخضر والأزرق والأحمر الذي يطغى في كثير من الأحيان فمعدم الزرابي نجد أرضيتها باللون الأحمر وتختلف الزربية المغربية من منطقة إلى أخرى فالزربية الأمازيغية تختلف عن الزربية أرضية وعن الزربية الرباطية المشهورة إلى غير ذلك قلنا أن الزربية المغربية تنسج حكايات شعبية من تاريخ المغرب إذن فالزربية كما سنرى هذا النموذج هو متنوع هنا متلات معينات عفوان مربعات مستطيلات على هذا الشكل المزخرف بخطوط متنوعات هنا أيضا هذا النموذج هنا خطوط منكسرة أشكال هندسية تبدو هنا مستطيل شكل هندسي حرف الفاء حرف الباء يعني النساء وهنا ينسجنا هي عبارة عن لوحة بالنسبة لهن يشكلنا ما يدور في خاطرهن بخطوط أو خيوط الصوف الملونة إذن أعزائي التلاميذ ما ستقومون به وهو درس فيه تسلية ومرح إذن مثل هذه الزربية التي رسمتها هي الزربية متواضعة تأخذون الملونات ترسمون مستطيلان الخطوط التي تكون في آخر الزربية من الأعلى ومن الأسفل وتشكلون فيها أشكال هندسية متلتات مربعات خطوط مائلة إلى اليمين أو إلى اليسر خطوط مستقيمة خطوط أفقية وتلونون وترسمون أشكال مختلفة في هذا الشكل المستطيل وإلى درس قادم إن شاء الله دمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر